بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده الأخ يسأل هل يجب علينا أن نكفر الأشاعر والما تريدية عينا أم لا يجب علينا أقول وبالله المستعان من قرأ كتب السلف واطلع على مذاهب السلف عرف أن السلف رحمهم الله تعالى كفر من قال بخلق القرآن ومن نفى علو ربنا الرحمن سبحانه وتعالى عينا وطائفة الواضح من مذاهب السلف أنهم كفروا من نفى علو الله عز وجل عينا وطائفة يزيد بن هارون رحمه الله تعالى كان من أئمة السلف قال لو كان لي سلطان لقمت على الجسر ثم لا يمر بي أحد من هؤلاء الجهمية إلا سألت عن القرآن فقال أن القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيت به من على الجسر هذا نص واضح صريح عن إمام من أئمة أهل السنة في تكفير من قال بخلق القرآن بل إنه كان يرى قتلهم دون استتابة ثم ورد عنه نص آخر أنه رأى استتابتهم بعد ذلك فالذي استفاد من هذا النص أنهم يرون كفرهم وكذلك ورد عن كثير من أئمة السلف من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر يعني الأمر يتعدى حتى من لا يكفر هؤلاء فهم كفار عين وطائفة وهذا واضح في نصوص السلف المستفيضة لأن نصوص السلف واضحة في من نفى علو الله عز وجل وقد ثبت لنا بالدليل القاطع أن هاتان الطائفتان يعني هم يعني ينتمون إلى مذهب واحد لكن بينهم خلافات بسيطة في بعض الأمور الأشاعر والما تريدية يعني من أساس عقائدهم أن الله عز وجل في كل مكان وأن الله عز وجل ليس في جهة العلو وأن كلام الله كلام نفسي قديم وليس كلاما حقيقيا بحرف وصوت وغيرها الكثير من العقائد الفاسدة لكن هاتان العقيدتان يعني هم صلب وأساس عقيدة الأشاعر والما تريدية فمن اطلع على حالهم وعرف كلامهم فلا عذر له في عدم تكفيرهم والواجب عليه أن يكفرهم عينا وطائفة يعني سواء الذين يقولون بهذا القول لا يعذرون لا بجهل ولا بتأويل يعني إنسان مقلد للأشاعر يقول أن كلام الله مخلوق هذا كافر عينا ولا يعذر لا بجهل ولا بتأويل وإن كان مقلدا لهم في ذلك فلا عذر له في هذا الأمر العظيم لأن هذا من أساسيات وأصول ديننا ولا عذر له في جهل هذا الأصل العظيم وهو مناقض لكلام ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فحاصل الأمر أن من الواجب عليه أن يكفر الأشاعر والما تريدية عينا وطائفة بعد معرفة مقالتهم أما من جهل حالهم ومن جهل خبس مقالتهم فأنه يبين له ويوضح له حالهم حتى يعرف كفرهم وخبس مقالتهم والله أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر